بعد سبع تشهر على الإبادة أرر الرئيس الأمريكي جو بايدن يقولها دعمنا لإسرائيل أتى الأطفال غزة سبق حكي بايدن تصريح لوزير الدفاع الأمريكي أكد فيه تعليق مساعدات أمنية لإسرائيل وقبل بيومين وجهت الإدارة الأمريكية رسالة بتدل على نفس المضمون لما جمدت شحنة أسلحة متجهة على إسرائيل أكدت مصادر الإدارة الأمريكية أن تجميدها الشحنة عم ينتظر تعامل الجيش الإسرائيلي مع الهواجس الأمريكية بخصوص عملية رفح هيئة البس الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيل اليوم خوفوا من أنه هالقرار حيدر بعمليات الحرب وحيفرض على إسرائيل تقتصد باستعمال الزخير لهلأ مش واضح شو نوع العملية المحدودة يلي بتوافق عليها الإدارة الأمريكية بمنطقة رفح ممكن تكون هالخطوات استعراض انتخابة لتعويد بايدن لخسارته النخبين العرب والمسلمين قبل الموافقة على عملية برية متفقة عليها مع إسرائيل أو ممكن تكون الإدارة الأمريكية عم تمارس بالفعل ضغط ميدانة لتفرض عن نتانياهو التنازل والقبول بهدنة أو وقف لأطلاء النار بس اللي بتأكدوا هالأحداث هو أنه مفتاح وقف الإبادة كان متوفر من أول يوم بالحرب بإيد أمريكا لدعمت الإبادة ومنحتها المساعدات والأسلحة حدود الإبادة ما بتنتهي إلا لما إسرائيل تتجاوز خطوط الحمر الأمريكية اشتركوا في القناة